في هذه التغطية الخاصة من الرياض الدكتور حمدان بن علي الشهري كاتب وباحث في العلاقات الدولية دكتور بداية دولة الإمارات فقدت قائدا عظيما ماذا تقول في هذا المصاب؟ لا شك أنه أعزانا مع شقانا الإماراتيين وكذلك مع بلدان الخليجية والعربية فالفقد أصاب الجميع وليس فقط شقانا في الإمارات هذا من جانب آخر لا شك أن الشيخ خليفة له بصمات كبيرة على طبعا البنية التحتية كان في داخل الإمارات على المستوى البنيوي وأيضا البنية التحتية في علاقاتها مع دول الخليجية وغيرها ولا شك أنه أبناء الشيخ زايد يسيرون على إرث وعلى في الواقع منهاج رائع وعلى أخوه ومبادئ استقرار تريد لها وأيضا ازدهار شعوبها كونها إحدى دول الخليج التي تسير دائما وأبدا على هذا المنهاج فهذا ما نستطيع أن نرحمه رحمة الله عليه الشيخ خليفة ورحمه الله من قبله الشيخ زايد ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيني الشيخ محمد بن زايد على القيام بهذه المسؤولية فهو رجل أثبت للإماراتيين وأثبت للعالم أنه من يستطيع أن يقود دفة الإمارات وهو من أحد القادة الموجودين اليوم على المستوى الخليجي والعربي والذي إن شاء الله كلنا ندعو له وإياكم أن الله يوفق في مساعيه ويجعله إن شاء الله ذخر لطبعا دولته ولدولنا في دول الخليج نعم دكتور العالم بالأمس شهد الانتقال لربما نقول عنها السلس للسلطة في دولة الإمارات مع انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة كيف تعلقون على ذلك؟ أحسنتم في الواقع هذا سؤال جدا جدا هام شوفوا الحمد لله الأنظمة السياسية في دولنا الخليجية دائما وابدا ما تعطي خير مثال وتعطي خير نموذج لباقي دول العالم حتى التي تتغنى بالديمقراطية صدقني أن بلداننا وذلك العقد الاجتماعي الموجود ما بين حكامنا وقادتنا في دول الخليج وما بين شعوبها يوضح ذلك جليا وهو هذا الرضا وهذا الطبعا الالتفاف حول طبعا حكامهم ذكرت قبل قليل كيف أن هذا السلاسة لا شك أن حكام الإمارات وقادتها في الداخل مجمعين ليس المنصب الرئاسي والأهم لديهم والأهم من تجتمع الكلمة الأهم من يكون هناك من يقود الدفة وهم بجانبه طبعا ونحن نعلم ذلك يعني استمعنا إلى بعض من تغريدات الشيخ محمد بن راشد عندما كان يقول بكل بساطة يعني وكل عفوية وكل صدق عندما قال أنت يعني للشيخ محمد بن زايد حامل حما وأن تظل الشيخ زايد كان يقولها من قلب كان يقولها وهو يعني يتمنى لأخيه عفوه وهو يتمنى لأخيه الخير ويتمنى لأمارات الأفضل فلذلك كانت هذه السلاسة وكان هذا العمل وكان هذا الانتقال لطبعا ينتخب الشيخ محمد بن زايد رئيس الإمارات يمثل في الواقع خير دليل على أن قلوب الإماراتيين شعبا وحكاما في داخلها ومنظومة كلها على قلب رجل واحد واليوم اجتبعت على قلب الشيخ محمد بن زايد صدقني للسعادة ليست في داخل الإمارات لوحدها بل على المستوى الخليجي والعربي بل حتى والعالمي ونحن نرى هؤلاء طبعا القادة من العالم يجتمعون ويقدمون للإمارات ويهنيون ويباركون للشيخ محمد بن زايد هذه طبعا وهذا المنصب له الذي هو يريق به لا شك نحمد الله سبحانه وتعالى ولكن بالحديث عن الجانب الخليجي مثلما ذكرت يعني مع تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بقاليد الحكم كيف سينعكس إيجابيا على البيت الخليجي وكذلك ترسيخ أواصر العلاقات الخليجية وجهود تطوير مجلس التعاوى الخليجي لا شك لا شك نحن نعرف وإياكم أنه طبعا دولنا دول الخليج هي دول مشتركة ومصيرها واحد فلذلك طبعا في الفترة الماضية كان للشيخ محمد بن زايد مع شقائف المملكة العربية السعودية وباقي دول الخليجة الهامة والمهمة والتي اهتمت بأمن واستقرار منطقتنا وشعوبها كان لهم الدور البارز حتى على المستوى العربي وليس فقط والإقليمي وليس على فقط المستوى الخليجي الذي رأيناه لا شك أنه اليوم محمد بن زايد الشيخ محمد بن زايد في توليه لرئاسة الإمارات سيسير على نفس المنهاج وسيكون عونا لأشقائي في دول منطقة الخليج حقيقة نحن ونرى مثل هؤلاء القادة اليوم موجودين على الساحة نشعر بالفخر ونشعر بالأمن وإن شاء الله والاستقرار ونعلم ترى حكامنا في دول الخليج وأنت تعرف أخي الكريم همهم حماية شعوبهم وأمنهم واستقرارهم لم يعهد عنده أن بفضل الله سبحانه وتعالى أنها تكون معتدية أو يقول لها طماع في دول أخرى إنما تعمل في ضمن منظومة تحاول أن يكون هناك أمن واستقرار وتجنب بلدانها وتجنب شعوبها مثل هذه المعاسي التي نشاهدها ولكن عندما يكون هناك من يحاول اعتداء علينا أو يطمع في أراضينا لا شك ستجد هناك رجال يوقفونه عند حده وسيقول له بكلمة واحدة نحن نموت دون بلداننا ودون شعوبنا فلذلك كل ما تراه اليوم وكل ما نشاهده حقيقة واليوم طبعا تسنم الشيخ محمد بن زايد مقاليد الحكم نقول في الإمارات نحن إن شاء الله سايرون من حسن إلى أحسن ونحن وبلداننا الخليجية والعربية بفضل الله سايرون فقط نقطة مهمة جدا في الآوين الأخيرة حتى على الصعيد العالمي أستاذ الكريم وحتى عندما هناك احتدم الصراع بين الغرب وروسيا على الأراضي الأوكرانية أيضا كان لمواقف دولنا هنا في دول الخليج موقف كبير لأنها أصبحت تمثل عمل على المستوى الدولي فكان هناك محاولة استقطاب من دول كبيرة ومحاولة الضغط فأبت بلداننا الخليجية وكانت متمثلة في المملكة العربية السعودية والإمارات وكون صوتهم واحد وموحد يقول للعالم نحن لا شأن لنا بنزاعاتكم وشأننا الأول هو مصالحنا الذي نحكمه نحن كما نراه وهذه رسالة قوية جعلت العالم يقف احتراما وجعلت العالم يعيد نظرته إلينا ويعمل في الجانب السياسي أكثر مما كان يظن أن الجانب الاقتصادي هو الذي يقود المسير عندنا نحن الجانب السياسي الحمد لله اليوم نضع أنفسنا على الخارطة الدولية ونعلم أن عملنا الموحد هو الذي سيضمن لنا بإذن الله نحن مثل ما ذكرت لك نرى إن شاء الله ذلك وإن شاء الله مقبلين على عهد جديد وعلى إن شاء الله كما ذكرت لك مسير أفضل بإذن الله نعم نعم الحضور الكبير لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد في المحافل الدولية وفي عواصم العالم كذلك كيف سيساهم برأيك في خدمة قضايا العرب والمنطقة أحسنتم في الواقع السياسة الخارجية الإماراتية تعتبر من السياسات الخارجية التي لا تقل فقط لصالح الإمارات إنما لصالح دول الخليج وصالح دول العربية لا شك وكما ذكرت أنه نحن قدمنا الغالي والنفيس نحن وإياكم أخي الكريم وباقي دولنا في دول الخليج عندما احتاجت اليمن لمواقف قدمنا فيها طبعا الدماء وقدمنا فيها مقدرات وكل شيء من أجل حماية وصيانة الدم العربي والوقوف معه عندما كان هناك خطر يداهم شقانا في البحرين كنا وإياكم متواجدين عندما احتاجتنا مصر الدولة العربية كنا بلسان واحد نقف معها وما زلنا نقدم كل خير إن شاء الله لما فيه نباء وازدهار بلدان العربية ولا تنسى قضية الفلسطينية التي نحن وإياكم نقف معها بل حتى اليوم الإمارات تلعب دور بارز في أن تضغط على إسرائيل فيما يحقق طبعا مصالح شقانا في فلسطين أعتقد أن الإمارات في الواقع بتواصلها مع رؤساء على المستوى العالم وكونها متواجدة في مجلس الأمن اليوم وأيضا جعل الدول الخمسة الدائمة ترى أن الإمارات والاتصال بها والتواصل بها من الهمية بمكان لتحريك قضايا سياسية دولية بالإضافة إلى تسهيلها وتيسيرها مكاننا ومكانتنا اليوم الحمد لله تكبر يوما عن آخر وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن ما حصل في الربيع أو الخريف العربي الذي ألحق الضرر لكن أثبت للعالم أن نحن أقويا بإذن الله ونستطيع أن نكون فاعلين ونستطيع أن نغير المعادلات التي تجعل العالم يلتفت لنا بشكل آخر ويتعاطى معنا بندية وليس فقط كما كان يريد أن يحقق أطماعه واليوم هو ينظر إلينا لما يحقق مصالحنا بل ويقبل ما نقبله ولا يستطيع أن يفرض كما كان في السابق حقيقة أثبتت هذه الاختبارات وهذه طبعا ما حصل من قبل من خريف عربي وغيرها ومن أطماع إيرانية وغيرها أثبت وحدة الصف الخليجي وأثبت أن هناك دول في دولنا دول خليجية قادرة بإذن الله على حماية نفسها وعلى أن تتخذ القرارات وأن تردع من تسوي نفسه أن يحاول أن نيل من بلداننا الخليجية أو النيل من أمنها أو حتى من مقدراتها وشعوبها هناك من سيردعه اليوم العالم كله ترى يختلف اليوم العالم ينظر بمنظر آخر لا شك أنه اليوم نحن والله الحمد أصبح لدينا ذلك النضج الكبير في اتخاذ القرارات التي تخدم مصالحنا ولا يهمنا إذا كان الآخر غير راضي يهمنا مصلحتنا أولا لأنه هذا من تعاطينا خدمة بلداننا وشعوبنا قبل كل شيء نعم بكل تأكيد أخيرا الدكتور حمدان مبادئ وسياسات دولة الإمارات ومنذ تأسيسها تقوم على الدبلوماسية المتوازنة في التعاطي مع الملفات كيف سيرسخ نهج صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بحكمته هذه المبادئ ما ينعكس على استقرار المنطقة كلها أجمع صحيح لا شك شوفك مثل ما ذكرت قبل قليل بلداننا ليست لديها طماع وليست لديها ما يريد أن يثير المشاكل هي في الواقع ترسل رسالة محبة وسلام لباقي الدول بل وهي مستعدة لمد يد العون عندما تحتاجها الدول في داخل المنطقة وحتى خارجها يعني أيادي الحمد لله بيضاء أيادينا في دول خليج ونعمل لما يحقق ذلك لكن دائما وبدلا عندما يكون هناك من يحاول أن لا يفهم يعني يحاول أن يردع بالطريقة التي نراها مناسبة له فهذا التوازن في تقديم الجانب طبعا القوة الناعمة وتقديم الجانب الدبلوماسي على الجوانب الأخرى الأسكرية هو ما تميزت به بلداننا والتي هي تقوم عليه ولا شك أن الحكمة المكتسبة التي اليوم طبعا لدى الشيخ محمد بن زايد التي ورثت عن والد الشيخ زايد وأخيه الشيخ خليفة لا شك تعطيه بعد كبير أيضا تعاون مع شقاه في دول خليج وتلك الاختبارات التي مرت بها المنطقة وتلك الظروف التي جعلت انصهرت فيها كل هذه الخبرات لا شك أنها ستعطي مسيرة إن شاء الله للمستقبل وكذلك الجانب الاقتصادي التنموي لأنه حقيقة كان همنا الأكبر أنه يكون هناك مسيرة تنموية اقتصادية لمصلحة بلداننا العالم اليوم بدأ يراجح حتى حساباته ويعلم أنه لا أكثر من أن يكون هناك علاقات ودية وأن لا يكون هناك أطماع واستخدام طبعا ميليشيات إرهابية أو استخدام طرق عسكرية لتحقيق المآرب لا إنما الأفضل أن يكون هناك تبادلات اقتصادية استثمارات أن يكون هناك تعزيز العلاقات الألبيانية الثنائية أو حتى على عدة مستويات تضمن أن يكون هناك اقتصاد جيد تضمن أن يكون هناك أمن واستقرار لأن حقيقة الأمن والاستقرار والاقتصاد لا يأتي إلا مع أن يكون هناك طبعا رؤية بعيدة عن أن يكون هناك تصعيد في المنطقة أعتقد أن بلداننا إن شاء الله سائرة في هذا الاتجاه وتعمل على هذا الاتجاه وحقيقة للشيخ محمد بن زايد هو رجل معروف عن هذا الجانب أن يوازن العلاقات ويحاول أن يرسل رسائل تطمينية لعدة دول وأيضا يحاول كسب الطرف الآخر الذي يريد حتى بنى خصاما لماذا؟ لأن ترى بلداننا الخليجية عرف عنها التسامح والعفو وهذا الذي يميزنا في داخلنا فلذلك نريد أن يكون هناك عفو وتسامح ونحن نأتي قبل أن يأتينا الآخر ليس والله ضعفا وليس والله أن نقصم بنا إنما هو زيادة لدينا من المحبة وأن يكون هناك فيه وقام ويكون هناك انسجام ومع ذلك إذا لم يفهم الطرف الآخر ذلك لا شك أنه سيكون هناك طرق أخرى نعم بإذن الله إن شاء الله الدكتور حبدان بن عليا الشهري كاتب وبحث في العلاقات الدولية من الرياض كل الشكر والتقدير لك